السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة تانية. هنبدأ ان شاء الله نشرح مع بعض منهج الرياضيات من كتاب قطر الندى. ناخد الفصل الاول. تعالوا نشوف كده مع بعض. الفصل الاول بيتكلم عن النقود. النقود انا شرحتها حلات مسائل عليها. على السبورة. وفيه كمان شرح بالفلوس المصرية. النقود المصرية. وده ان شاء الله حل الكتاب. تعالوا نشوف كده مع بعض. اول عندنا اول صفحة دي اللي عرفناها بقى من سنة اولى. هنا بنقول شهر عرفنا بترمل اول كمان. ده الشهر بتاع النتيجة بتاعتنا. بنشوف اليوم ايه بنعمل عنده علامة صحة. بنشوف التاريخ اليوم الرقم كام بنعمل عليه دائرة. هنا بنكتب تاريخ اليوم هو والشهر كزا والسنة كزا. فلازم الطفل يكون حافظ ايام الاسبوع وحافظ شهور السنة. مهمين جدا حفزهم. اليوم هو بيكتب اليوم. امس هو اين? قل له امس ده يعني انبارح كان ايه? الغد اللي هو بكرة بكرة هيبقى ايه? فبيكتبهم برضو. هنا بيشوف عايزوا يعمل دائرة على رقم كم هنا واحد وستين? فبيعمل دائرة عليها. اه الواحد وستين دي بقى بيمثلها ازاي في جبء الاحد والعشرات والمئات. بيروح عامل العصايا في الاحد وهنا ستة حزم. طيب بيمثلهم ازاي في الاطار اللي هو مكون من عشر اه اطار العشر وحدات. اه عندي هنا بيلون ستة وواحد في واحدة. فدي صفحة دي مش كل درس هنقولها. لأ خلاص بقى انتو كده عرفتوها. فهندخل في الدرس بتاعنا بعد كده على طول. طيب هنا بيقول لي التمثيل البياني التالي يوضح عدد البنات والاولاد الموجودين بفصل المدرسي في اليوم الدراسي الاول. هنا عدد البنات والاولاد في الفصل. ده اليوم الاول كان عدد دي طبعا مهمة جدا المفتاح ده. الازرق ده هو عدد البنات. والموف هو عدد الاولاد. فهنا عدد البنات كان خمسة وتلاتين. عدد الولاد كان خمستاشر. هنا بنكتب الارقام دي هي عدد تلاميذ الفصل. وهنا الايام. هو متكلم عن يوم واحد بس. ممكن نحط يوم اتنين تلاتة اربعة يعني ممكن يكمل. اكمل ما يأتي باستخدام التمثيل البياني السابق. عدد البنات في اليوم الاول. هابص كده وصل لكام. اقول له خمسة وتلاتين. عدد الاولاد في اليوم الاول برضو كان خمستاشر. طيب يبقى هنا هقول ضع علامة اكبر او ازهر او يساوي عدد الاولاد في اليوم الاول اللي هما كانوا خمستاشر. اقل من عدد البنات في اليوم الاول اللي هو كان خمسة وتلاتين. طيب هنا بقى بيقولي اكتب اكتب التمثيل الباني بالاعمدة باستخدام الجدول التالي. الذي يوضح عدد البنات والاولاد الموجودين بفصل مدرسي في اليوم الدراسي الاول. هنا عدد البنات خمسة وتلاتين. عدد الاولاد خمستاشر. هو بقى هنا مديني. وانا لو انتهى وكتبت هنا عدد البنات والاولاد في الفصل. هنا عدد التلميذ. وهنا الايام. وبدأت اكتب البنات باللون الازرق. اهو عملته خمسة وتلاتين. والولاد بالموف. اي الله مش مشكلة اي لون ممكن تعملو موف خمستاشر. ونفس الحكاية بقى. عدد البنات في اليوم الاول خمسة وتلاتين. والولاد خمستاشر. في اليوم الاول كان عدد البنات الحاضرين اكبر من عدد الاولاد. يعني هو هو نفس الرسم البياني. بس خلاني انا اللي عمله مغير شوية في الاسئلة. طيب تعالوا هنا بقى اه 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 ا فلوس ممكن اجيب له الفلوس الحقيقية ونعلمه عليها وبعد كده ندربه عليها في الكتاب. هنا بقى بيبدأ نعلمه ازاي يعد الفلوس قوله هنا عشرين ودي عشرة بقى كده تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تمام بيعد العشرات الاول بعد كده اكمل عليها الجنيهات طب هنا عندي خمسين ودي عشرة خمسين او عشرين خمسين وعشرة مش مشكلة ستين وكمان عشرين قوله سبعين تمانين وخمسة خمسة وتمانين بعد كده بيوصلها بالخمسة وتمانين برضو هنا بيشوف الارقام كاما دي خمسين ودي عشرين وعشرة وخمسة او نقول له بص هنا نفس الايه نفس الارقام موجودة هي هي بيوصلهم برضو ببعض. طيب هنا بيعد بقى الفلوس بيبدأ يعاد هنا خمسين ستين سبعين تمانين ادي تمانين جنيه هنا عشرين وعشرين اربعين وعشرين ستين وعشرين تمانين يبقى الاتنين بيسوي بعض هنا عندي عشرة وخمسة وخمسة عشرة ودي عشرة كمان يبقى عشرين وهنا عشرة لا يبقى العشرين اكبر من العشر هنا خمسين وهنا عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين الخمسين اقل من الستين طب هنا مت جنيه هنا خمسين وخمسين مية ودي عشرة كمان يبقى مية وعشرة يبقى المية اقل من المية وعشرة. طيب هنا عندي بيقول لي حوض حول المبلغ المناسب لأداء كل خدمة مما يأتي كما بالمسال. هنا بيحلق مثلا نقول له خمن يعني كده هيروح يحلق بجنيه ولا بعشرين جنيه ولا بمتين جنيه. لا طبعا الحلقة ولا هتبقى بجنيه ولا غالية قوي كده لدرجة ميتين جنيه فنقول مثلا بعشرين جنيه. طيب هنا هنشتري ايس كريم بكم? خمسة جنيه ولا ميت جنيه ولا خمسين جنيه? لا طبعا بخمسة جنيه. طيب هنا بيشتري لحمة اللحمة بجنيه ولا بعشرة جنيه ولا بمتين جنيه? لا متين جنيه طبعا. طيب هنا المصاصة متين جنيه ولا ميت جنيه ولا جنيه? لا دي بجنيه. طب الملابس خمسة جنيه ولا خمسين جنيه ولا جنيه? نقول لا خمسين آآ خمسين جنيه. طيب هنا برضو بنخليه خمن برضو وصل كل شيء بسعر المناسب لي المقلمة هنقول بعشرين جنيه الدبوس بجنيه القلم بخمسة جنيه الدراجة بمتين جنيه الشنطة بخمسين جنيه ممكن يعني ايه آآ الطفل هيعرف ان شاء الله يقيم يعني طيب تعالوا هنا عندي البلونة بعشرة الكورة بعشرين المضرب بخمسين والطيارة اللي عبدي بمية هقوله البلونة هي بعشرة جنيه هو كاتب لي عشرة يبقى اوصلها بالعشرة الكورة بعشرين هنوصلها بالعشرين المضرب بخمسين هنوصل بالخمسين والطيارة هنوصلها بالمية طيب تعالوا نشوفوا بقى هنا تكوين مبالغ باستخدام الاوراق النقدية بس طبعا جايب لي الاول رسمة بياني هنرسم الارقام الموجودة دي البنات والولاد آآ عندي هنا اليوم الاول خمستاشر وعشرين ادي خمستاشر ودي عشرين اليوم التاني تلاتين وخمسة وعشرين اليوم التالت عشرين وثلاتين اليوم الرابع خمستاشر وخمسة وعشرين طيب هنا بنكتب عدد البنات والأولاد في الفصل هنا عدد تلاميذ الفصل هنا الايام ما عدد البنات الحاضرين في اليوم الاول ياما بنجيبها من رسمة ياما بنجيبها من فوق البنات كانوا خمستاشر ما عدد الاولاد الحاضرين في اليوم التاني اليوم التاني الولاد كانوا خمسة وعشرين. ما اليوم اللي فيه اكبر عدد من الاولاد. الاولاد اللي هما نموف اكبر عدد في اليوم ايه التالت اهو اليوم التالت. تمام كده? طيب تعالوا بقى هنا نشوف. بيقول لي الجزء الاول تكوين مبلغ محدد عن طريق جامعة اوراق نقدية مختلفة. طيب هنا عندي اتنين وتمانين جنيه اللعبة دي. فهنا بكون ايه الاتنين وتمانين جنيه. تعالوا بقى نكون الطابلة بخمسة وستين جنيه. يعني هقول عشرين وعشرين اربعين ودي عشرين كمان يبقوا ستين وخمسة خمسة وستين وبنحوط ايه اعليه. طب هنا واحد وثلاثين يعني عايزة عشرين وعشرة تلاتين ودي واحد واحد وثلاثين. طب هنا عندي تسعين جنيه يبقى عشر عشر عشرين تلاتين اربعين خمسين ستين سبعين تمانين تسعين وبنحوط عليهم كلهم معده ايه معده العشر. يعني بنشوف المبلغ كام وبنحوط عليه. طب هنا اه عشرين وعشرين اربعين. ودي عشرين ستين وعشرين تمانين. هنوصلها بالتمانين اللي شبهها. يعني انا الاول اقول الطفل احسب كله. وبعد كده اللي شبه بعض ووصله ببعد. هنا هيتلعوا تمانين خمسة وخمسين مية وخمستاشر تمانين خمسة وخمسين مية 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 وخمستاشر. وبعد كده هوصل كل اتنين ايه بشبه باللي شبه بعض. طيب هنا برضو نفس الحكاية بنشوف هنا الاسعار كام عندي الفوق دولة بمية واثناشر. هنا التشيرتات اتنين وخمسين هنا تسعين هنا اربع عشرين بشوف الحزاء عندي بكام بمية واثناشر بدور عليها. او ممكن اخلي الطفل يكتب الاول الاسعار دي هتطلع كام. وبعد كده ايه يوصلها بيها. يعني عندي الحزاء ده هتطلع اهو. ادي خمسين وخمسين ادي مية خمسة وخمسة عشره يبقى كده مية وعشرة. مية وحداشر مية واثناشر يبقى هي دي. طيب عندي ده بكام? اهو باثنين وخمسين. ادي عندي عشرين وعشرين اربعين. وخمسة وخمسة عشر يبقى خمسين. واده اتنين يبقى طيب ده بكام التشورت ده ب 24? اهو يبقى عشر و عشر و عشرين تات عشرين 24 25 26. لا في 26. 20 21 22 24 لا صح 24. طيب هنا عندي التشورت التاني ده بكام? بتسعين يبقى عندي 50 و عشرة ستين سبعين ثمانين وخمسة وخمسة عشرة يبقوا تسعين. طيب هنا برضو بيقول لي ضع علامة صح تحت المبلغ المطلوب كما في المسال. طيب هنا عندي خمسين جنيه فبنحسب دول وبنحسب دول بنشوف فيهم مين فيهم الخمسين. هنلاقي هدي هنعمل تحتها صح. خمسة وسبعين برضو هنعد دول ونعد دول. ونشوف مين الخمسة وسبعين ونعمل صح. الجيتار نفس الحكاية هنشوف مين المية ونعمل عندها صح. طيب لاحظ اسعار الاشياء التالية واقرأ الاسئلة ثم ضع علامة صح امام عملية الشراء الممكنة وعلامة خطأ امام عملية الشراء الغير ممكنة. طيب هنا الولد ده بيقول انا معي عشرين جنيه وعشرة جنيه. يعني معي تلاتين جنيه. هل استطيع شراء النحلة? النحلة بتسع عشرين جنيه? اه يقدر يشتريه. هيفيد له كمان جنيه. طيب هنا البنت دي معاها اربعة جنيه. بتقولها الاستطيع شراء الحلوة? الحلوة بخمسة جنيه? لا مش هتضرر. محتاجة جنيه كمان. طيب هنا ده معا عشرين وعشرين اربعين. وعشرين كمان يبقوا ستين معا ستين. عايز يشتري الكورة. الكورة بخمسة وخمسين. اه يشتريها ويتبقى له خمسة جنيه. طيب هنا عايزة تشتري الكطار. الكطار كان بمية واربعين وهي معاها مية وخمسين. هتقدر تشتريه ويفيد لها وكمان عشرة جنيه. طيب هنا برضو نفس الحكاية عندي الطابلة دي بعشرين جنيه. بيقول لي حوط حول المبلغ اللازم لشراء كل شيء من الاشياء الاتية. اتنين وسبعين جنيه. بنشوف مين المبلغ اللي هيكون لي اتنين وسبعين جنيه. دي خمسين ستين سبعين ودي اتنين اتنين وسبعين. يبقى هنحوط على دول ونسيب الخمسة. عندي هنا دي بتلاتة واربعين. برضو بنحوط على ادي اربعين. واحد واربعين تلاتة واربعين. ونسيب الباقي. خمسة وتسعين برضو هنحوط على خمسة وتسعين. مية وتلاتة نفس الحكاية نحوط على مية وتلاتة والخمسة وخمسين هنحوط على خمسة وخمسين. جزء التاني بقى تحليل فئات نقدية كبيرة الى فئات صغيرة. العشرين جنيه دي ممكن اقسمها او ممكن افكها لاربع خمسات. وممكن افكها لعشرتين. طب العشرة العشرة ممكن افكها خمسة والخمسة تانيةtradية فاكرة جنيهات حتمايا وممكن خمسة وخمسة او ممكن عشر جنيهات عشر جنيهات يعني الالقينا نفكها لمبلغ هستما solder اذا انا стали جيدة دو الثالث خمسين دي ممكن فكها كلها عشرات ممكن نفكها عشرين وعشرين وعشرة ممكن فكها عشرين وعشرة وعشرة النحو 1938 كلها لمبلغ cioè ن PKC личной 800 جنيهات تمام فا احنا غني رعن نتعلم دل وقت ازاي ان نفك الفلوس هنا نفسي الحكايي بأ teachers كلمة جنيه دي مفكوكة ايه ممكن خمسين وعشرين وعشرين وعشرة ممكن كلها عشرين ممكن خمسين وخمسين ممكن كلها عشرات طب المتين ممكن كلها خمسينات ممكن مية وخمسين وخمسين ممكن مية ومية ممكن كلها عشرين طيب هيا بنا نكون مبلغ تلاتة وعشرين جنيه باكثر من طريقة طب هو حل الهالي فتعالوا احنا ايه نحل على طول اللي مش محلول عشان ما نطولش وقت الفيديو بيقول لي هيا بنا نكون مبلغ 31 جنيه جنيه باكسر من طريقه كما في المسال 31 جنيه 31 جنيه وفكهلي لجنيه وخمسة جنيه وعشرة وعشرين وخمسين فين لا هو جايب لي دي الفئات يعني بصوا نعتبر ان عندي مثلا مجموعة من الادراج الادراج دي فيها درج بتاع الجنيهات درج بتاع الخمسين جنيه درج بتاع العشرة درج بتاع العشرين درج بتاع الخمسين درج بتاع المية لو انا فتحت الادراج كلها وعايز اخد منها 31 جنيه ممكن اخدهم بكم طريقه ممكن من الدرج الاول خدت جنيه ومن درج العشرات خدت عشر ومن درج العشرينات خدت عشرين باكده جبت ال 31 ممكن من درج الجنيهات خدت جنيه وممكن من العشرات اخدت 3 عشرات يبقى انا كده ايه خدت ال 31 جنيه ممكن كمان اخد الجنيه من الدرج بتاع الجنيهات من الدرج بتاع الخمسات هاخد اه هاخد اه اربع خمسات اه هاخد خمس خمسات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنا اعمل اربعة بس نزود واحدة كمان هناخد هنا خمسة ادي عشرة وخمسة خمستاشر عشرة ودي خمسة وخمسة عشرة وخمسة عشرين لا مزبوط خمسة وخمسة عشرة عشرين خمسة وعشرين خمسة وثلاثين لا يبقى انا هنا رسمة خمسة زيادة هما اربع خمسات بس بعشرين جنيه ودي عشرة كمان مزبوط كده يبقى دي مرسومة زيادة هما اربع بس عشرين ودي عشرة تلاتين وواحد كمان يبقى كام يبقى واحد وثلاثين طب هنا الواحد وثلاثين ممكن اخدها بايه كمان ممكن اخد جنيه واخد خمساتين بعشرة واخد عشرتين يبقى كده جبت برضو الواحد وثلاثين جنيه طيب الخمسة وستين جنيه الخمسة وستين جنيه ممكن اخد خمسة جنيه وست عشرات وممكن اخد هنا الخمسة جنيه دي اخدها جنيهات اخدها ايه خمس جنيهات واخد عشرة واحدة واخد خمسين جنيه بقى كده جبت الخمسة وستين برضو ممكن اخد خمسة جنيه وممكن اخد ثلاثة عشرينات كده برضو جبت الخمسة وستين طيب ممكن اخد خمسة جنيهات واخد خمسة وستين واخد عشرة واخد عشرينتين برضو كده جبت ايه جبت الخمسة وستين كده برضو بقى ايه جبت الخمسة وستين طيب تعالوا نشوف كمان عايز مية واثنين هاخد اتنين جنيه ومية اه اتنين جنيه ومية بقت مية واثنين طيب هنا مية واثنين ممكن اخد اتنين جنيه برضو اتنين جنيه دي هتفضل سابتة يعني مش هينفع اغيرها ايه كل الشغل هيبقى علمية مرة اخدها مية مشحاحة مرة اخدها خمسين وخمسين مرة اخدها عشرينات مرة اخدها مثلا عشرة وعشرة واربع عشرينات فايه فهتتفك بكزة طريق طيب هنا برضو عايز يفك الخمسة وعشرين جنيه بيقولة ارسم فئات الاوراق النقدي راتى التي تحتاجها فيه شراء كل شيء كما بالمثال خمسة عشرين جنيه هفكها 5 جنيهات وعشرين المية وعشرين جنيه هفكها كلها عشرينات الطلات الشهر هنفكها تلاتة جنيهات وعشرة المتين جنيه مية ومية. المية وسبعين خمسين وعشرين ومية. طيب اخر بقى حاجة معانا بنشوف برضو الرقم ده بنعده كام وبنعد ده كام. ده طلع واحد وتمانين. ده واحد وتسعين. اقول واحد وتمانين اقل من واحد وتسعين. هنا عندي مية واثناشر. ودي سبعين. يبقى قول مية واثناشر اكبر من السبعين. الواحد وعشرين عايزين نفكها. ادي هنا واحد وهنا عشرين على بعضها. وممكن اقول واحد جنيه وعشرتين. ارسم فئات الاوراق والنقدية التي تحتاجها فيه شراء الاتي. تمانية وسبعين جنيه. بقى انا هرسم تلات جنيهات وخمسة جنيه. ادي التمانية. والسبعين هخليها خمسين وعشرين. ويبقى كده خلصنا الدرس ده. اه اشوفكم بقى ان شاء الله مع الدرس ستة وستين. الجمع بدون اعادة التجميع. بشكركم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.